جميل جداً سيد يوسف إذا انتقلنا إلى نقطة مهمة الحقيقة قد أشرت ألي قبل قليل ولكن هذه ربما يكون لها تأثيرها فيما يتعلق بالناخب التركي كيف يتعامل معها فيما يتعلق بالعلاقة بين كليشارغلو وحزب الشعوب الديمقراطي هذا الاتفاق الذي تم الاتفاق على الدعم السؤال ما هو الثمن الذي يمكن أن يحصل عليه حزب الشعوب الديمقراطي إذا تم هذا التحالف مع كليشارغلو يا سيدي هذا موضوع مهم جداً وأشكرك على هذا السؤال يا سيدي تركيا منذ أربعون عاماً وهي تعاني من شيء اسمه حرب داخلية بينها وبين منظمة إرهابية زراعتها نتكلم صراحة زراعتها أمريكا ومولتها أمريكا اسمها حزب العمال الكردستان وبمناسبة هو حزب شيوعي ماركس يدينيني ليس له علاقة بالأكراد أبداً وإنما يتخذ القضية الكردية مطية ليبني عليها مخططه ألا وهو تقسيم تركيا تقسيم المنطقة التي بها هذه العرقية الكردية تماماً قبل بيئة عام عندما تم استخدام الثورة العربية لتقسيم الدولة العثمانية بناء على التركيا للأتراك ودولة عربية كبرى وتم احتلالها من بقية الدول التي كانت هناك وتسمى سايسبيكو ومعروفة معادة سايسبيكو الآن يتم نفس تقسيم المقسم وتجزية المجزة باستخدام البيكاكا أو ما يسمى دعم الأكراد في المنطقة الآن أربعون عاماً منذ عام 1980 جاء عبدالله أجلان بدعم غربي وكان هناك دائماً محاولات لتفجير الوضع داخل تركيا وفي العراق وفي سوريا أيضاً وتركيا عانت الكثير قبل مجيء العدالة والتنمى والرئيس أردوغان بعد مجيء الرئيس أردوغان أصبح هناك حرب شاملة على هذه الميليشيات المسلحة وكان هناك بالفعل تحقيق نتائج إيجابية وخسر حزب العمال الكردستاني البيكاكا الكثير وانكفأ وتراجع إلى جحوره سواء في الشمال سوريا أو في شمال شرق العراق الآن يتم محاولة إعادة الثمن الذي سيقبضه الشعوب الديمقراطية هو أن يحاقق النصر على الطاولة وليس في الميدان أن يحاول أن يجزئ تركيا من خلال الوعود الانتخابية والتي أقنع بها كمال قيشة الأولو الذي هو يعتبر امتداد لرؤية حزب الشعوب الديمقراطية وهو الذي يقرب الآن قرب الكثير من القيادات التابعة للشعوب الديمقراطية وراضية أن يقول نعم لا بأس أن يكون هناك إدارات ذاتية إدارة حكم ذاتي تجزئت واحدة 8 ولاية إلى إدارة حكم ذاتي لا بأس من تغيير الدستور وإلغاء الكلمة تركيا أو اللغة التركية هي الأساس وبالتالي نجد أن ماذا وعد كمال قيشة الأولو ما وعده أنه جاء من أهم وعوده بأنه قام الآن من الآن تسمية وزير العدل محرم أركيك من يكون محرم أركيك وزير العدل محرم أركيك هذا هو مشهور بدعمه الشديد لحزب الشعوب الديمقراطية وعندما يصبح وزيرا للعدل سيقوم بإطلاق كل البكاكا الموجودين في السجون بما فيها عبد الله أجلان بما فيها سلاح الدين تمرتاش بما فيها أيضا الذين يدعمون فتح الله قولا المسؤولين عن محاوة الإنقلاب الفاشل إذن هذا هو المخطط المقابل هو النصر تحقيق النصر وتفتيت تركيا ولكن من الداخل على الطاولة وليس على الأرض وعلى الميدان كمال كيشة الأولو يقول هذا قناعة أم فقط وعود انتخابية بعدها ينكفئ لا طبعا كمال كيشة الأولو هو جزء من مشروع غربي كمال كيشة الأولو هو الذي الآن ينفذ أوامر الغرب كمال كيشة الأولو لا يملك من أمره شيء كمال كيشة الأولو هو مشروع ومخطط جيء به بعد فضيحة كبرى لسلفه رئيس حجم الشعب الجمهور دنيس بايقال دنيس بايقال الذي تفي قبل عدة شهور أو عدة أسابيع هو الذي جاء على فضيحة ما يسمى فضيحة الكاسيت جاءت به فتح الله قولا وجيء وقدم على أنه مشروع جمهوري علماني ولكنه في الحقيقة هو علوي طائفي يخدم حزب الشعب الديمقراطية ويخدم أسياده الغرب في تجزئة وتقسمة تركيا وتمكين حزب العمال الكودستان البيكاكا المنظمة الإرهابية وإطلاق صراح الآلاف وإطلاق صراح أيضا فتح الله قولا ومحاولة تجزئة تركيا والعودة بها إلى الوراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر